وحنا بنتكلم على الغلاء وارتفاع الأسعار والأزمة الاقتصادية العالمية والمحلية ليست الحكومة فقط اللي هنشدها بتجميد أسعار سلع وخدمات طب ما أنا عندي برضو أيضا قطاع خاص هديجي تقول لي قطاع خاص فيه هقول لك يا أخي المدارس بل المدارس عليها ما تزود ليش الأسعار بتاع دخول المدارس الفترة الجاي هي أساسا بتحقق أرباح رأس مالية ضخمة بالمناسبة ولا كانوا قفلوها نحن عندنا عاجز في المدارس الخاصة الجامعات الخاصة ما ترفع ليش الأسعار وهو لازم حاجات بهذا الشكل يعني مثلا من ضمن القرارات الرئاسية اللي السيد رئيس الجمهورية طلحها قرار توزيع 2 مليون كارتونة غذائية شهرية لمدة 16 2 مليون كارتونة قولها هيتوزوها على 2 مليون أسرة لمدة 16 طيب أنا عايز أعظم ده أيضا في منافس جيدة جدا عملتها وزارتي الداخلية والدفاع اللي هي منافس أمان دي اللي بتعملها الداخلية باستمرار واحنا بنزيع تقارير منها هنا المنافس دي انتشارها على مستوى الجمهورية دي بتمتصلي ارتفاع الأسعار ليه؟ لأن دي في مبادرة كبيرة اسمها مبادرة كلنا واحد عملها وزارة الداخلية دي دي بتساعد المواطن بصورة أو بأخرى على إيه؟ إنه يبقى عنده أكثر من نافذة يشتري بيها خلي بالك لو أنا تاجر ببيع لحمة مثلا مصر إنها تتباع ب180 وجنبي منفذ بتاع قوات مسلحة أو أمان وبيبيع بأقل من 100 جنيه أو 110 أو 120 وعندي مبادرة زي كلنا واحد ما أنا أكيد هراعي الأسعار بالعكس أنا عايز أناشد السادة المسؤولين وزراء الدفاع ووزراء الداخلية توسيع منافذ أمان على مستوى الجمهورية في جميع المحافظات بل بإمكانيات الداخلية والدفاع يستطيعوا أن يصلوا إلى قرى عموم مصر قرى عموم مصر يعني أنا مش عايز الحاجات اللي على الوش دي اللي أفطنطة والمنصورة رائعة عظيمة بس أنا عايز أوصل لمرحلة حتى منافذ أمان ما يبقاش كشك سابت ولكن ومبادر كلنا واحد ما تبقاش منفذ سابت لماذا لا تكون هناك سيارات تجوب القرى في أقصى الريف في واجي بحري وفي الصعيد أتمنى ما احنا مش هنقدر نعدي الست شهور الجايين إلا بالشكل ده إلا إن إحنا كلنا نبقى مع بعض ترجمة نانسي قنقر